موسيقى غزة التي ما تزال تلملم جراحها وتوثق خسائرها جراء العدوان الإسرائيلي احتضنت فعاليات مهرجان كرامة غزة لأفلام حقوق الإنسان السجادة الحمراء 2015 ومدينة غزة التي لا يتوفر فيها دور للسينما أخذ العرض شكلا غريبا وغير مألوف حيث انطلق العرض على أنقاض حي الشجاعية الذي دمرته دبابات يوشع بن نون والنجوم الذين حضروا العرض كانوا أهل الحي الشهداء الأحياء المزيد في تقرير التالي الذي يوثق الهمجية الصهيونية حدث فني كبير يتحضر له أهل القطاع لإعلاء صوت من فيه عبر مهرجان السجادة الحمراء للأفلام الوثائقية لحقوق الإنسان من رحم الألم والمعاناة نبض مهرجان السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان حاملا رسالة حياة وأمل ليسلط الضوء على أهم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة مما يرفضه القانون الإنساني الدولي مهرجان كرامة غزة لأفلام حقوق الإنسان السجادة الحمراء يريد أن يوجه رسالة للعالم أجمع أنه آن الأوان أن يرفع الحصار عن قطاع غزة وأن تسير عملية الإعمار بشكل سريع لإعادة بناء ما ضمره الاحتلال هذا المكان الذي تعرض لأكبر هزة أو زلزال إذا أردت أن تقول نريد أن نوجه نظر العالم أن هذه السجادة الحمراء التي يسير عليها الزعماء والكبار المشاهير في العالم ليسوا أحق بأهل هذا الحي الذي تدمر والعالم لم ينتبه له ولم يشغل به في حي الشجاعية النازف اختار القائمون على المهرجان أن يحطوا رحالهم كي يشهد المكان إلى جانب العمل على المجازر النفسية والدموية التي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق أبناء قطاع غزة في محاولة لنقل الصورة بأبعاد مختلفة مهرجان كرامي غزة اللي هو بتقومي مع مهرجان الأردن هو مهرجان أفلام حق نسان فلابد أن يكون في مكان زي هي كان السجادة الحمراء اللي حطينا هي السجادة 80 متر هي حيمروا عليها أهالي هذا المكان هي مش مشاهير ولا وزراء ولا كده حيمروا عليها الناس البسطة في هذا المكان ويتمتعوا فيها ويرد اعتباره على هذا المكان ورد كرامي تدولي الناس فاهم علي كيف؟ اللي هم كتير ضحوا وتعبوا عشان هناك علاقة ترابط وثيق ما بين الفن وحقوق الإنسان واختيار هذا المكان هو اختيار موفق نظرا لأن هذا المكان كان الأكثر استهدافا خلال عدوان 2014 من قبل سلطات الاحتلال الحرب الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في هذا المكان اكترفت مجازر وجرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين في يومه الأول انتقل المشهد من غزة إلى تونس والمملكة الأردنية الهاشمية ليصنع مزيجا من حالة شعورية تهدف إلى مشاركة الهم ونقله إلى العالم من بقاع مختلفة في محاولة لإنصاف حقوق الإنسان والتي انتهكتها إسرائيل أمام أعين العالم مرارا منعك القناة رؤية غزة فلسطين اشتركوا في القناة